براءة اختراع جديدة من سامسونج سامسونج تكشف عن نياتها في وضع كاميرا في الأسبان ستحتوي هذه الكاميرا على نظام زوم مختلف وهو الأبتكال زوم ساستم والذي من المتوقع أن يزودنا بجودة أفضل من الدجتال زوم ساستم سوف يحتوي الأسبان على بطارية خاصة به وليس هذا بالأمر الجديد فقد احتوى القلم الخاص بسامسونج نوت 9 على بطارية أيضا يتم شحنها من خلال مدخله في الهاتف لتطبيق هذه التقنية من المحتمل أن تتخلص سامسونج من الكاميرا الأمامية مما سيؤدي إلى شاشة عرض كاملة بلا أي إضافات أخرى لكن هذا سيجعل مكالمات الفيديو مزعجة حيث ستضطر إلى الإمساك بالقلم تغير فترة المكالمة Asus تعكس مكان النوتش لقع الحواف في اللابتوب أرفع Asus ZenBook S13 يأتي حاليا بنوتش معكوس للحصول على حواف أرفع كما صرحت شركة Asus أن هذه أعلى نسبة في واجهة جهاز لابتوب في العالم بنسبة 97% Acer Chromebox Pen 13 متاح الآن يمكنك الآن شراء لابتوب شركة Acer الجديد Chromebox Pen 13 بسعر ألف دولار وهو السعر الأغلى حتى الآن يعمل هذا اللابتوب بنظام تشغيل Chrome OS وهو نظام تشغيل يعتمد بشكل أساسي على متصفح Chrome فكل ما يمكنك فعله بالمتصفح على نظام تشغيل Windows أو Mac OS يمكن أن تفعله في Chrome OS ولكن التطبيقات التي تعمل خارج المتصفح لن تعمل على Chrome OS إلا إذا كان هناك تطبيق أندرويد أو ويب خاص بها مشكلة في تحديثات Windows 10 مرة أخرى توقف التحديثات Windows 10 لدى بعض المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب حدوش مشكلة في الـ DNS الخاص بمزاودي الخدمة هناك مثل Comcast في الولايات المتحدة وبيتي بروباند في بريطانيا مما دفع بعض المستخدمين إلى استخدام الـ Google DNS وهو ما أتاح التحديث مرة أخرى كحل مؤقت حتى يتم إصلاح المشكلة تم إصلاح المشكلة بنجاح في نهاية المطاف بإمكان Google Chrome الآن إخبارك إذا تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك احتفلت Google يوم الثلاثاء الماضي والموافق الخامس من فبراير بإصدار إضافة لمتصفح Chrome Password Checkup تقوم هذه الإضافة بإختارك إذا كانت بينات التسجيل الخاص بك Username and Password بحوزة الـ Hackers أي أنها تخبرك متى يجب عليك تغيير بينات التسجيل الخاص بك كما قام فريق Google Security بالتعاون مع الـ Cryptographers من جامعة ستانفورد للتأكد من أن جوجل لن تحصل على بينات التسجيل الخاص بك تحديث جديد للواتساب على متجر OS الآن بإمكانك خلق الواتساب باستخدام Face IT والTouch ID ومن المتوقع صدور تحديث جديد بنفس المميزات للأندرويد